ترجمة نانسي قنقر حيث أقيمت احتفالية قرع الجرس لإعلان بدء تداول على أسهم الشركة وقال الرئيس تنفيذي لبورصة البحرين سعادة شيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة إنهم فخرون باختيار شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية لمملكة البحرين مقرا لها وبورصة البحرين سوقا ماليا لتدج فيه وذلك لما توفره البورصة بشكل عام وسوق البحرين الاستثماري بشكل خاص من مزايا تتمثل في مرونة وسهولة الإطار التنظيمي لهذا السوق من جانبه قال السيد أليكسندر والين الرئيس تنفيذي لشركة سبرينكل القابضة إنهم يرون مستقبلا مشرقا في البحرين التي تولي أهمية خاصة للتكنولوجيا المالية كما يطمحون أن يكون جزءا من هذه العجلة التنموية والتي تجعل البحرين في مصاف شركات التكنولوجيا المالية العالمية خلال سنوات القادمة حصدت مملكة البحرين جائزة إقليمية تقديرا لمبادرتها وجهودها لإنشاء وتعزيز بيئة دعم شاملة للمشروعات الناشئة تتضمن الشركات والمستثمرين وحاضنات الاستثمار والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية في منظومة متصلة تكمل بعضها إذ حازت المملكة جائزة المركز الرقمي الأقليمي للشركات الناشئة لعام 2019 من جوائز Enterprises Agility التي تمنح لمجتمعات ريادة الأعمال ذات الأداء المتميز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتتمثل الجائزة مؤشر عالميا على النمو المتواصل والمتسارع لموقع البحرين كمركز إقليمي للأعمال يتصل مع العالم بأحدث تطبيقات التكنولوجيا ويوفر للمشاريع الناشئة الفرصة للابتكار والاختبار والنمو السريع شدد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البنفلاح على ضرورة ضمان الاستعداد الكامل لجميع الشركات الناقلة قبيل تدشين مبنى المسافرين الجديد في الربع الأول من العام القادم 2020 وفي هذا الصدد يتم حاليا تنفيذ تجرب الجاهزية التشغيلية باعتبارها جزءا حيويا من البرنامج الوطني للإعداد لتشغيل مبنى المسافرين الجديد والذي تم تصميمه لاختبار تدريجي لوظائف ونظم وإجراءات المنشأة الجديدة لضمان استعدادها لمرحلة نقل العمليات وأكد البنفلاح على مدى أهمية هذه التجارب مشيرا إلى أن تشغيل النظم والمعدات وتقنيات الاتصال الحديثة في مبنى المسافرين الجديد يحتاج إلى تدريب مكثف وإلمام تام بجميع خصائصها المتطورة ونتابع الآن مشاهدين أسعار صرف الدينار البحريني مقبل العملات الخليجية والعالمية موسيقى ترجمة نانسي قنقر وإلى أغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا الأسبوع والبداية مع بورصتنا المحلية فقد أقفل مؤشر البحرين العام اليوم على ارتفاع تقدم وتقدم بنسبة 0.79% مغلقان تداولات عند مستوى 1567 نقطة وذلك عائد لإرتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والتأمين وأيضا الخدمات وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة اليوم مليونين ومائة وواحد وثلاثين ألف سهم بسيولة إجمالية تجاوزت 188 ألف دينار حيث تم خلال تداولات اليوم تنفيذ سبعين صفقة وحازت أسهم قطاع البنوك التجارية على صدارة تداولات المستثمرين اليوم أما بالنسبة إلى باقي البورصات الخليجية فكما نتابع على الشاشة مشاهدين كانت السوق المالية السعودي أكبر الخاسرين في تداولات اليوم بتراجع بنسبة 1.57% بإقفال عند مستوى 8050 نقاط أما سوق دبي المالي فقد كانت أكبر الرابحين اليوم بارتفاع بنسبة 0.30% بإقفال عند مستوى 2722 نقطة حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير التنمية البشرية 2019 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووفقا للتقرير الصادر بعنوان أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين الذي ضم 189 دولة فقد حلت الإمارات في المرتبة 35 عالميا حيث قدرت حصة الفرد من إجمالي ناتج القومي بنحو 67 ألاف دولار وينظر تقرير التنمية البشرية بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من مؤشر التنمية البشرية حيث ينظر إلى جودة واستدامة التنمية البشرية إلى جانب كيفية تأثير التفاوتات الاجتماعية والقائمة على نوع الاجتماعي على البلدان حصل بنك مسقط المدرج بسوق مسقط الأوراق المالية على موفقة الجهات الرقابية للبدء في استثمارات بمجال التقانية المالية فنتيك وأشر البنك في بيانه للبورصة إلى أنه سيدخل في مجال الفنتيك باستثمار قيمته 100 مليون دولار خلال الأعوام المقبلة وتبع البنك أن استثماره الجديد جاء ضمن خطته الاستراتيجية للنمو وسينفذها وفق سياسته المتبعة في الاستثمارات وإدارة المخاطر وكان البنك العماني حقق نموا في أرباحه عن تسعة أشهر من العام الجاري 2019 من نسبة خمسة بالمئة تقريبا لتصل إلى نحو 141 مليون ريال عماني نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل حالة التدهور الاقتصادي في لبنان تزداد مع هبوط قيمة العملة وفقدان القدرة الشرائية كشف اتحاد النقل الجوي الدولي آياتا أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي صاف الربح لشركات طيراني في العالم خلال العام المقبل إلى تسعة وعشرين مليار وثلاثمائة مليون دولار لتجاوز توقعات هذا العام البلغة نحو ستة وعشرين مليار دولار وأشار اتحاد النقل الجوي الدولي إلى أن توقعات العام الحالي ساءت مقارنة مع تقديرات يونيو البلغة ثمانية وعشرين مليار دولار ووفقا للاتحاد فإنه يرجع سبب ذلك إلى النمو الأكثر ضعفا من الاقتصادات العالمية والتجارة وتجدر الإشارة إلى أن التوقعات الجديدة لعام 2019 جاءت أقل بنسبة 5.1% عن عام 2018 تعتزم شركة الأغذية السويسرية العملاقة نستلا بيع قطاع الأيس كريم التابع لها في الولايات المتحدة مقابل 4 مليارات دولار إلى شركة فرونيري التي أسستها في وقت سابق بالاشتراك مع الشركة الاستثمار المالي بي اي اي وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يسعى فيه مارك شنايدر الرئيس التنفيذي لشركة نسلا إلى الانسحاب من القطاعات الأبطأ نموا مثل الحلويات مع تركيز على قطاعات الأغذية الحيوانية الأليفة والمياه والقهوة والتي تسجل نموا قويا ونتابع الآن أبرز مؤشرات لسواق العالمية وأسعار النفط المعادن الرئيسية اشتركوا في القناة تتعدد الأسباب وراء استمرار تظاهرات في لبنان وحالة التدهور الاقتصادي التي يمر بها البلد بين هبوط في قيمة العملة وفقدان الناس على قدرتهم الشرائية المزيد من التفاصيل المشاهدين في التقرير التالي تظاهرات في كفة ووضع اقتصادي يزداد سوءا في كفة أخرى لا تزال التظاهرات مستمرة في لبنان منذ أكثر من أربعين يوما وتتعدد الأسباب خلف هذه الأزمة الاقتصادية منها تدهور اقتصادي يعاني منه لبنان منذ فترة فقد فقدت العملة قيمتها مقابل الدولار وفقد الناس معها قدرتهم الشرائية ووظائفهم الأمر الذي جعل المحتجين يتهمون السلطات بالفساد وسرقة الأموال العامة والمساعدات ولكن أزمة لبنان الاقتصادية قديمة قدم نهاية الحرب الأهلية إذ تعاني الليرة اللبنانية تدهورا مستمرا أمام العملات الأجنبية منذ عام 1997 ما دفع الحكومة إلا تثبيت سعر العملة لتفادي المزيد من الانهيار إلا أن هذه السياسة شكلت عبءا على البنك المركزي الذي أصبح مسؤولا عن تعويض فارق السعر بين الدولار والليل ما أجبر البنك على الاقتراض من البنوك الخاصة بعد النفاذ العملة الصعبة لديه ليرتفع الدين الداخلي كما وكشف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية منصور بطيش أن لبنان يخسر نحو 70 إلى 80 مليور دولار يوميا بسبب حالة الشلل وأنه من حق المودعين أن يقلقوا على أموالهم لكن القطاع المصرفي وظف أموالهم وهناك ما يقارب 49 مليار دولار موظفة في الخارج بالإضافة إلى الذهب ما يعني أن الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي على المدى البعيد لا يزال موجودا في البلد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر